لا دلع هستيري كان نفسي أخد لون عينيه الحقيقة الظلم الخيانة دول أكتر حاجتين ممكن ما سامحش فيهم ما بعرفش أسامحه سرعاً أنا هيبة الجرحي موزيعة يعني ممكن أكتر تعرفت راديو جانب بال إذا طبعاً أم في الأول وده أحلى لقب بحبه في حياتي أو أحلى أبروتش حصل لي في حياتي إن أنا أم مع الفكرة أنا مامي شطورة قوي يعني ممكن ما يبانش عليها بس أنا مامي شطر أنا كنت شائية جداً يعني كنت بنت شائية مؤدبة عندي أخ أصغر مني وبعتبره ابني يعني يعني بعتبر أنه هو ابني مع عمر و كارما صاهمة كنت طبعاً يعني طفلة مدللة بشكل مرعب من البابايا كان بيدلعني دلع مرق أعرفت دلع المرق؟ خبت بس دلعه الصفات قوة الشخصية الكرام أحبش أقول صفات يعني بوزيتف بس يعني أنا عارفها نفسياً الكرام الجدعانة أحب الناس النزاهة الشرف عزة النفس كل دي صفات أخدتها منه تعلمت منه إيه؟ لا تعلمت منه حاجات كتير قوي لا عايزة وقت طويل قوي نوعد نتكلم فيها يعني دلع هستيري يعني لو طلبت مثلاً أكل حاجة معينة الساعة 3 بالليل والمحلات كلها قفلوا ومفيش حد موجود ممكن ينزل يدور عليها الساعة 2 بالليل ويجيبها لي مثلاً من مصر الجديدة لستة أكتوبر لا دا بيحصل دا حصل لو صوتي متضايق ومش عكبه في أي وقت في أي مكان في أي زمان ألاقيه قدامي بلأ يعني أنا كنت عنده حاجة كبيرة قوي بصي كان دايماً عندي إحساس من ناحيته وما زال الإحساس دا عندي إن هو أكتر حد حبني في حياتي إحساس حلو قوي يعني بتحيسي إن حد بيحبك قوي كده هيقلي يعني مش سهل تلاقيه يعني أولادي بيحبوني وأمي طبعاً حاببتي وصحبتي وأختي وبنتي وكل حاجة بس لا هو كان يعني حاجة كده يعني مش موجودة يعني حاجة ندرة الوجود يعني حنية بلا حدود عطاء بلا حدود حكمة جدع مع كل الناس في كل المواقف أمر كان أمور قوي كان بيتعكس دايماً هو كمال كان طيار قبل ما يبقى زاوبة يعني كان طيران كان فيتر وبعد كده نزل كلية الحربية فبقى بشوف بقى كنت في الصور وببادلة الطيران وكده لا فاضي يعني عسلي كده أمر يعني كان نفسي أخد لون عيني الحقيقة بس يعني ما حصلش نصيب بقى لي أربع سنين ونص بقول يا ريتو كان موجود يعني لو كان موجود في مواقف كده معينة كانت الأمور هتختلف خالص معي برضو هحاول أمسك نفسي معي إن شاء الله اه طبعاً حصلت لي مشاكل كتيرة قوي مشاكل صحية ومشاكل اجتماعية ومشاكل يعني فقد لمس بحبهم كنت أتمنى طبعاً يبقى موجود يعني كنت محتاجة حضنه… لمازلت محتاجها لحد دلوقت يعني أدفع نص عمري بس وأعد في حضنه بس خمس دقائق يعني لو خمس دقائق بس طبعاً يعني يعني اللهم الاعتراض على حكم ربنا يعني أكيد لي حكمة و يعني عندي أمل إن أنا هشوفه يعني في مكان ما يوماً ما يعني ماما دماء خفيف جداً شربات يعني وبعدين بقى إيه اللي أعور تقوله نتعور وابن أعور في عينه يعني فهماً صريحة جداً جداً بهمهاش وبتاع قلب طيب ونقاء غير عادي متسامحة قوي دي أنا معرفتش أخدها منها آه أنا أم كويسة قوي اسأليهم هم بقى اسألي عمر وكرم كل حاجة كل حاجة هم أحلى هدية جات لي في حياتي الحنينين عليها جداً مؤدبين محترمين بيسمعوا الكلام أنا بالنسبة لهم حاجة كبيرة قوي زعلي بيضايقهم جداً إحنا أنا عمري ما مدت إيدي على حد من الولاد أنا عندي عمر 17 بيبصلي كده بقى ويقعد بقى إيه إيه أنا مش شايف إنتي بتتكلمي منين كده بقى أقول له بقول لك إيه أنا ما بيهمينيش أنت عارف كده بقى أنت عارف كده بقى إيه أنا أحذر لنا لا يعني ماينفعش يعني حنين قوي وطيب قوي وعنده رحمة كده يعني عارفه عنده رحمة فقلبه للناس وللغالابة ودايما يلتمس الأعذار للناس ماعيشش يا مومي يمكن عنده حاجة ماعيشش يا مومي نحطي نفسك مكانهم يمكن معرفش إيه تتنرفزيش على دايم يعني واخد الحتة دي من خاله أحمد أخويا كده ما يظنش أبدا نظن نوحش في حد ودايما يلتمس الأعذار للناس ودي أنا شايفة حاجة كويسة قويا كوكي بقى صادقتي الأنتيخ 13 13 دي صادقة الكفاية حارفة مش عارفة معطيات ولا إيه رفقت هيا دي لأ دي ومعطيات دي يعني ما بتفارقنيش في أي حاجة في أي مكان في أي حتة هي أوقات كتير قوي بحس إنها مومتي صحبتي أختي بنتي صادقتي الأنتين بقولها على كل حاجة بحكيها على كل حاجة كبيرة وصغيرة طبعا بتنام جنبي وتنزل معي وتروك معي والكوافر مع بعض والخروج مع بعض ومرتبطين ببعض ارتباط فضيع حياتي من غيرها يعني مش حياة يعني وهي مش موجودة في البيت ببقى متنرفزة يا متعصبة يا أدخل أنام من يعني فاهمة كده يعني أنا بجد يا مامي أنتي يعني أي حد يسيبك خسارة فضيع ليه كده بقى بتتكلم طبعا بطريقتها باسلوبها بس بترضي عندي حاجات كتير قوي قوي لما ببقى تعبانة أو في حاجة لا يعني حياتهم بيبقوا تحت رجلي عارفة كلمة تحت رجلي بيبقوا كده مامي خليكي مامي ما تقوميش مامي طبعا انا هعمل لك مامي طبعا انا مش عارف إيه طب انا هطلوب لك الصيدانية طب خلاص ما تروحيش أنا هعمل إيه يعني عمري ما كنت أتمنى أجمل من كده في حياتي فأنا مش عايزة حاجة تانية من الدنيا فأنتي عشان بتقولي لي تظلمتي في شغلك أو في حياتك أو اه 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 اتظلمت في حاجات كتير قوي بس ربنا معوضني باللي أكبر من كل ده واللي أحلى من كل ده عوض ربنا كبير قوي يا رانا بياخد منك حاجات وبيوجعك في حاجات بس بيبقى لي حكمة ماما دايما تقول لي ربنا ده مهندس كل حاجة عنده يعني محسوبة ومرسومة فهو فعلا مهندس اه اه اتظلمت طب اتظلمش لا 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 ما أخدتش الفرصة يمكن أخدت الفرصة دي وقت الإذاعة بس يعني كتاليفاجون لا ما أخدتش يعني ممكن أعمل حاجات أحسن من كده بكتير كان ممكن أبقى في حتة تانية غير اللي أنا فيها لأن أنا يعني الحمد لله عندي مؤهلات المزيعة النكحة يعني يعني بعرف أشتغل على نفسي بعرف أذاكر كويس بعرف أخد بالي من شكلي بعرف يعني عندي كذا لغة يعني كل مؤهلات المزيعة النكحة عندي بس بقى هي تبقى فرص وبعدين مش يعني إيه البني آدم ودي برضو حاجة للحاجات اللي تعلمتها مؤخرا مش كل حاجة بياخدها أو مش كل حاجة عايزها بتبقى موجودة يعني ممكن يكون أنا أنا طبعا بعشق شغلي كموزيعة يعني بس ممكن يكون ربنا في الوقت ده أخد مني حتة الاستمرار القوي في الشغل أو النجاح الفضيع في مقابل إن أنا مثلا أدي وقت أكتر لولادي فيطلعوا أسوياء فيطلعوا مؤدبين زيادة فيطلعوا حنينين معايا زيادة يعني فهمة قصدي إيه؟ هي بتبقى هم 24 قرات وأنا راضية يعني في كل الأحوال أنا راضية بأي حاجة ربنا بتجيبها لي الظلم، الخيالة، دول أكتر حاجتين ممكن ما سمحش فيهم، ما قدرش تزلمت وتخنت يعني مش مهم تخنت من مين لأنها هي الخيالة مش شرط ست وراجل بس آه تعرضت للتنين ودول أصعب حاجتين واجعوني في حياتي لأن الاتنين جوا لي أو تعرضت لهم من أغلى الناس عندي ومن أكتر ناس حبيتها في حياتي فالغلاوة والحب بيبقى على قد الواجع والقلم، بتواجعت قوي قوي يا رانا، قوي وجعت كتير يعني فترة طويلة قوي وما كنتش يعني مش لقي حل أخرج بيه من الوجع يعني طب عمل إيه؟ يعني روحت لدكاترة و آآآ دا كترة نفسين طبعا، هو مش عارف قلبي وجاني، عافا ما حد يقول قلبي وجاني يعني هو مش إحساس معناوي هو كان قلبي وجاني بجد يعني حسى بألم هنا، طب يروح إزاي؟ طب أعمل إيه عشان يروح؟ وقعدت فترة طويلة قوي يعني بعافر وقاوم القلم ده حد كده ما فيهم عند قاعدة بوصلي ولادي قلت أم ذنبهم إيه؟ يعني أنا توجعت يبقوا هم حياتهم مجحين، طب وبعدين؟ طب لحد إمتى؟ طب ما الناس اللي بتحبك؟ أمي، أخويا، ولادي، ولاد خلاتي طب هما انت شايفينك كده خلاص بتنتهي كل يوم طب والحل إيه؟ جالي حاجة غريبة كده مش هاتف يعني يوم نزلت قعدت في الجنينة من الساعة 12 كده لحد الساعة 6 الصبح ما بعملش أي حاجة غير إن أنا بدعي يا رب شيل الواجع من قلبي من قلبي بقى يا رب عارفة ما تدعي وإنت يعني أرجوك يا رب إقبلت دعا تعبانة مش عارفة أكمل حياتي من الألم نمت صحيت مش حسب أي وجع ولا أي ألم ومش فكرة الناس اللي عملوا فيها كده أو الأشخاص اللي عملوا فيها كده وقررت من وقتها إن أنا هبقى واحدة تانية ومش اتغيرت لا 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 أنا يعني إيه أنا تحولت حاولت أحافظ على الصفات الحلوة اللي جوايا بس أبقى أجمد أنشف فحاجات كتير قوي فهي تغيرت بسبب الألم ده مش فيه وقت مش فيه مثل أمريكي بيقولك نو بين نو جين فعشان يعني نتقدم لقدام ونعمل حاجة فيها إفادة لازم نتواجه مش عارفة أتجاوز عدم موجود بابا عيشة وعيشة حياتي وبتحك وبنزل وبخرج بروح أفراح وبسافر وكل حاجة بس فيه غصة في قلبك مش ما بتروحش يعني مش عارفة أمشيها مش عارفة أبطل أفتكره في كل حاجة في كل مناسبة حلوة في كل مناسبة مش حلوة يحتاجها سابورت يعني طبعا السند والظهر ربنا ونعمة بالله يعني هو السند والظهر وكل حاجة بس القلب لا 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 سند والظهر ومتحسن أن أنا محمية عارفة ما تحيسي أن أنت ماشية كده وفردة دراعيتك كده وعارفة أن محدش هيقدر يهوب يلمس شعراية منك حادش يجرؤ مفتقدة جدا الإحساس ده إحساس الأمان مهمة قوي يعني يعني مهمة قوي لأي بنت أو لأي ست يعني خصوصا لو هي مش مش متزوجة أو أو منفصلة فهمت أوقات الحقيقة بتحطك في مواقف يعني محتاجة حد يطبطب علي معلش هتتزبط ما تشيليش هم حاجة كان دايما يقولي الكلمة دي إيه وعتشيلي هم حاجة طول ما أنا عايش حدش يجرؤ يجي جنبك يعني فهمة كده بعد ما هو راح أيا حد بقى يستيعمل أيا حاجة بيعملها بس ربنا موجود طبعا يعني ربنا موجود وأخويا حبيبي بردو موجود بس عشان أصغر مني أنا دايما بحس إن أنا المسؤولة عنه أنا اللي ممتو يعني لكن لا مش عارفة أتجاوز يعني فقد بابا أبدا أنا ملبستش سويت خالص لأن أنا كان عندي حالة ديناينج يعني أنا أصلا مش متقبلة فكرة إنه مش موجود وما ينفعش حد يجي يقولي البقاء لله يعني وهكلم ماما بقى أسألها بابا عمل لي دلوقتي طب أنا عملت له الأكل اللي هو بيحبه قعدت كده فترة بعدين بقى عديت بالمرحلة التانية الإنهيار بقى اللي هو أنا بقى يعني إيه خلاص بقى فكرة الإنكار مشت وجدت إنتي عارفة إحنا بنمر بكذا مرحلة يعني في الفقد والغضب والحاجات دي تاني مرحلة دي كانت صعب علي قوي 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 إن أنا بقى أروح البيت وما يبقاش موجود وإن أنا أفتح دولابه وأشم برفاناته وأعد أبص كده كان دايما يقعد كده على السرير نص قعدة كده لأ صعب قوي 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 وافتقده جدا 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 ووحشني قوي قوي ونفس أشوفه في وقت الأزمات اللي أنا عديت بيها دي إنتي بتبقي عندك حالة من هو أنا ليه بيحصل فيه كده يعني ليه وإزاي وما ينفعش الصدمة بقى مع يعني إيه الصدمة برضو ساعات بت بس بعدها بشوية لما بتهدي بتحسي إن انتي لا دا كده أحسن لي دا كده خير بس أنا مكنت شو أخدا بالي منه دا اللي خسرني هو الخسران دافنت لي هو الخسران مش أنا يعني اللي هو اللي بعنا خسر دا لعنا على طبول أعرف أنت الأغنية دي مع السلامة باي باي يا دي فمع الوقت لما بنجبر ونهدى يعني بنكتشف حاجات في الحياة ممكن عمرنا ما كنا ناخد بالنا منها يعني فهمة يعني حتى حتى يعني وفاة بابا ودي أكتر حاجة أعرف أنت لا ما حد يقولك يعني اتكسرتي حد كسرني ما عاش ولا كان طبعا ولا حد هيقدر أوكي لكن حاجة كسرتني آه ما حاجة غصبا عني يعني الفقد أو الموت أنت ملكيش يد فيها دا دا واقع والفاكت الوحيدة اللي في حياتنا يعني كان بيجيلي مش عارفة إحساس ولا وجع عارفة لما تحسي أن العمود الفقري بتاعك متني عارفة يعني قادرة تفهمي إحساسي أنا بعد بابا حاسة ومزلت الإحساس دا عندي إن أنا مش قادرة يعني قفرت ضاري حاطة ضاري متني ضاري مكسور ضاري وجعني مفيش بقى ضاري اللي كان دايما صندق دا ورا ومش موجود بتي أكتر حاجة هزتني يعني زلزلة حياتي يعني ولكن برضو النقطة اللي أنا كنت عايزة فاهمها لك إن حتى الموت ربنا ليه حكمة فيه من بابا في الآخر كان تعبين جدا وكان بيغسل كلا وهو يا حبيبي من كدر ما هو قوي وكان مدي دايق من ضعفه وهو تعبان ومتدايق إن إحنا شايفينه كده أنا طبعا كنت بشوفه كده يعني بموت وأعمل بقى قدامه إن أنا مفيش حاجة وكده فاهمني فبقيت أقول إيه؟ يعني كان يبقى قاعد بس يعني تعبان تعبان بس يبقى موجود يبقى موجود أشوفه أحس بيه ألمسه فهو متقول لي لأ هو هتقول ليه كده حرام هو ربنا ليه حكمة وليه وقت في إن هو يسترد ودعته تاني لو كان قاعد أكتر من كده كان ممكن يتعب أكتر من كده كانت نفسيته هتتدهور أكتر من كده وكان هيحس إن هو لود علينا فدا كان هيدايقه فدايماً قولي الحمد لله وتقبلي ودي لورته حاجة تعلمتها من ماما تقبل فبقيت تتقبل أي حاجة تحصل بصدر روح بعيدي بصدر بكت من ناس قريبة مني قوي أنا ما تعقدتش يعني أنا مش من الشخصيات اللي بتتعقد تعقدت من السوقي عشان عملتها حتى وتعقدت معرفش لا خالص مش قادرة توجع تاني يعني إيه مش قادرة توجع تاني فمش هقرب تاني فهفضل على طول بعيدة وعلى طول إيه لو إيه حرّص ولا تخوّن مش هدخل حد حياتي مش هدخل حد قلبي ستات أو رجالة يعني مش بتكلم على شخص يعني أو حد معين لأ فبقيت طول الوقت بعيدة صحاب مع الماشي بيتها عشان لو أي حد عمل أي حاجة تبقى حدوده يعني إيه ما تسمحيش بالإنهيار وبالواجع وتمام قوي وهذا على اليوم فاين تمام كده لكن الألن والواجع اللي بيجيلك من القريب قاتل يا رب أبداً ما حد يعني يجربه ولا يحس بيه فدفنت لي طبعاً بقت شاثق في الناس طبعاً لأ واخدها حذري جداً جداً عادت أقلل 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 الساركل اللي حواليه فتقريباً بقت مامتي وأخويه وولادي وولاد خالاتي فقط لو زمايل لو صحاب من بعيد لبعيد فاين أكتر من كده لأ إن أنا أبقى متسمحة أكتر من كده وإن أنا أبقى مش مندفعة أنا مندفعة جداً بحاول والله أمرر نفسي إن أنا يعني إيه أخويه دايماً يقول لي إيه قبل ما تتصرفي أنت متنرفزة عدي من واحد لثلاثة هتهدي هتعرفي تتصرفي أحسن فبمرن نفسي إن أنا أعمل كده أنا مندفعة جداً وعصبية ما بعرفش أسامح بسرعة معيني قلبي طيب والله بس يعني مش عارف ما بعرفش أسامح بسرعة بتاخد الحنية أنا شخصية حنينة جداً وبيقسدني جداً أي حد حنين يعني تلاقيه إنسقت وراه كده على طول يعني يا روحي أنا كمان والله بحبك قوي 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 شكر حبيبتي أنا بحبك قوي وإكسبرينس ضحفة وما كان يجنن فيب بايب بايب فاضية مش عايزة مشين هفضل مكملة يعني نقفل الكاميرا ونروح بقى نعد نرغي شكراً لكم يعني استضفتوني ويا ربي يا رب إن شاء الله إن شاء الله البروجيكت الرئيق الجميل ده يكسر الدنيا